يا صباح الفل ازايكو عاملين ايه? ان شاء الله النهاردة هخوكو كده في الروتين كده خفيف في تنظيف الريسيبشن. طبعا يا فرحة ما تمت على اساس ان انا ما كانش ورايا اي حاجة. ما كانش في بالي بصراحة. بس ابني لقيته بالليل. واحنا قاعدين كابو ازاست الماء على السجادة فكانت محتاجة تتهوى كده شوية. وكمان يعني ايه اه انتو عارفين بقى الولاد بالليل لب لأ فشار لأ مش عارف ايه فقلنا لازم ننظف كده المكان اللي احنا نعط فيه كويس. آآ عايز اقول لكم ان انا بقالي انكن اسبوعين ما مساحتش الحيطان وبفتح الشبابيك على طول فبرضو الفترة اللي فاتت كان فيها هو بطراب فقلت بقى ايه كده كده الميا جاهزة الميا دي فيها آآ خل وريال جيل بس حاجة بسيط عشان ما ترغيش معاكي. ما تعملش زي آآ ابيض كده على المكان وتبقى مجيرة يعني. فآآ جبت المقشة وجبت دي كانت برمودة قديمة لها مقستك كده كان بتاعت آآ ليلي وبعدين ايدي متبصراحة ولاقيتها وقوتنا فاستخسرت رميها فقلت بقى ايه لا انا اللي فعلا ايدي المقشة كده وامشي بقى على البرائة دي يا عرافك البرائة دي صعبة جدا في تنظفها مجد مملة طبعا هي معديش موضة بقى الوقتي جاي اللي هي اللي بلتكانة الخشب لأي رسمة كده وبتبقى ستارة مصورة على طول آآ بعد بنضفت الحيطان برضو الباب والبراويز اللي في الصالة عموما الباب والبراويز انا بنضفهم على طول مش محتاجة يعني لكن لكن الحيطان كان بقى لي تقريبا دخلة في اسبوعين ما كنتش عملتها بس طبعا عشان التراب وائدين الولاد وكده على الحيطان مطرح اللعب والاكل فبرضو بتبقى ايه مش نظيفة فبنضفه كده بالتلميع الخفيفة كده وفعلا الفوطة في ايدي كانت ملانة طراب كانت يعني تقريبا كان بدأت تطين كده طينة آآ فأنا اخدت بقى الباب كده كله ونضفت على قسنا انا هشيري السجدة بس هويها ابن الله يصلح حلو راح كب البخاخ بتاع الجنرال والخل آآ كانت مكيتش مقفولة كويس طبعا هي غلطتي ام دليقها كده على الكنب هاوريها دلوقتي البرواس ده برضو البتاع دي اللي في النص ده قماش بيبقى قماش كده مضطرز يعني آآ نضفت برضو كده وآآ لما اعطي ايه طراب عليه معلش على الصورة اللي هي مهزوزة شوية آآ كانت هنا بقى بدأت بدأت ياسمينة تشل الشلة الكنب قلت لها جدا لان انا في نفس التوقيت يعني ايه بحجم احمد شوية لان على ما اللف نعمل شغلانا اللي ايه هو هد اللي احنا عملناه آآ شلت التكاوب بتاعت الكنب والشلت كان عندي القوضة في نفس اليوم على فكرة انا كنت غيرت برضو ملايات السرير شلتها وحطيت دفايات كده على السرير لان قدوتهم بتبقى بردة قوي فحطت لهم دفايات كده على السرير وغيرت لهم المخدات وفي نفس الكنامة القوضة التانية برضو عمدت فيها نفس النظام بس ما احتاجتش ان انا صورها يعني قلت ديل يعني عشان يبقى تغيير شوية وفي نفس الوقت التشجيع انا عارفة للفترة دي كلها كسر انا بقى باخد الشلت دي كده بنفضها نفض حلو لان كده تبقى يعني تقل على ياسمينة فهبدأ ان انا هنفضها نفضة كده كويسة كده بيدي او لو عندك المضرب انا عندي مضرب بس معرفش بصراحة هو فين والشلت اللي تحت دي عايز اقول لكم ان انا متجوزة بالشلت اللي هي لكن الشلت دي انا تقريبا عاملاها بقى لي سنتين لما كان بدأت من القعدة هنا على طول فبدأ الانتري بقى غاويت قوي هي اصلا التفصيلة بتاعته كده اللي هو زي الشازلونج وتيبقي انت قاعدة غطصانة كده فيه فانا حبيت عاليه شوية فعملت الشلت تانية ابدأ انفضه نفضة كده كويسة انا على طول على فكرة بكنسه يعني وبنظفه وفي نفس الوقت برضو لماعت مراية الكنسول وكمان ملمعت ربيزة الشاشة يعني انا بشيل والله معظم الحاجات دي من قدام ابني وكده بس يعني تخيله هو راح يكسر ايه الترابيزة دي بيبقى فيها زي بتاع كده عالجنب راح بيتني كده البرة يقوم كسره كسر لي واحدة ااخد طبعا التحف دي كده خشبية فبتلم ترابة برضو بسرعة والسورة والبشر المفارش كلها وهلم مع الترابيزة دي على طول الترابيزة دي اصلا مسافة ما بلمعها مسافة ما بتلم التراب ما بتكملش حاجة اساسا هبدأ ان انا لماعها كده وارجع كل حاجة ما كانها طبعا اللي كنت وقف معايا يا سمينة هي انا بعمل يا هي بتعمل بس الحاجات الخفيفة يعني دايما مش عايب ابدا انك تشاركي بنتك يعني لو بنتك مثلا عندها تمن سنين او سبع سنين هي بتكون فهمة وهم على فكرة بيبقى عندهم قابلين هم يعملوا بس احنا نبنوهم نقول لا فمش مشكلة لو هي قامت تساعدت بقى اي حاجة خليها تساعدك مدام ما فيش منها خطر يعني لا نار ولا بتجاز ولا ولا مسلا كهربا حاجات بسيطة زي دي ما فهش حاجة خالص وانتي بتبقى عينك عليها لما اعتها بقى كلها طبعا هي ملانة تفاصيل فبتبقى بمسرحة يعني ايه رخمة شوية بتلم التراب على دول يعني انا مزافة ملمعتها وطبعا مفتحها القود لما التراب ما كملش حاجة كل التفاصيل دي بقى بصوا هي حاجة تقريبا يعني التصوير بعميلها ما خادتش حاجة فعلا في ايدك انت حتى لو انتي ما عندكيش حد مسلا يبادل لو عملتش هقتك كل يوم حاجة مش هتحس ان في حاجة تقيل عليك لكن فيه ناس بتسيب شؤقة مسلا من الموسم للموسم يعني بتنظف كده من على الوش وما تشيرش وتحطها لكل الموسم لو انتي حتى مش قادرة صدقيني لو انتي قاعدة كدو بيتشيري بس مفرش وبتلمعي حواليك وكده هتحس المكان نطيف دي كده نحلة كده كنا كسبنا في كسب الزيادة ولقناها محشورة يعني في علبة المناطية الله يهديهم الله يهديهم آآ بلمع برضو ترابيسة الانتري هي متغطيها نظيفة بس برضو ايه لمع بقى بلمعها وطبعا الابجورة الكريستال دي بلمعها برضو تلمع حلوة كده لان برضو بتلمو تراب ايه سطح ملمسه ناعم بلمو تراب بلمعه كده تلمع حلوة بقى انا على طول دي برضو يعني مش بنساها على طول بلمعها طبعا يعني حتة التفاصيل اللي بتبقى عندك في في الريسيبشن او في الشقة عموما الحاجات اللي بتبقى لانا تفاصيل البساطة مفيش احسن منها يعني انا بحب يعني انا جبت الابجورة الكريستال دي انا فاكرة يومها كنت جايبها لقط النوم اصلا وبعدين قالولي لقتت بقى احلى مع الصالون او مع الريسيبشن برا مع الانتري فجبتها فجبتها حطتها في الانتري لكن للأسف بقى كل شوية بتشيلها من ايدي ولادك اللي رايح واللي جاي بيغبط فيها فصدقوني البساطة مفيش احسن منها انا كده اخدت بقى السجادة الشعر كده برولها وبتشيلها كده على جنب بنفوضها نفضة حلوة هي كانت نشفت عموما يعني من بالليل لصبح كانت نشفت بس آآ شلتها بقى كده على جنب وابدأ ان انا اجيب بقى كده اللي هي التنميمة التنميمة دي جاملة قوي انتي بتلمعي بيها وبتعصريها كده في الطبق عندك آآ فمش محتاجة نشفت بس انا عموما عشان هفرش على طول بنشف بفوتة كده قطن بعد ما بخلصها بتخلي السيراميك بصوا بيلمع كده نظافة بيبرق من نظافة حلوة قوي اللي شبهها برضو اللي هي بيبقى ليها زي غيرات كده في الوش في منها مساحات بتبقى بخاخ وفي منها من غير بخاخ حلوة قوي برضو آآ بس هي مش عندي هي عندي اختي برضو جميلة ما شاء الله يعني انتي حتى لو هجيبها تستعملها للحيطان حلوة ولو مش عندك مش مشكلة اي برمودة قديمة اي حاجة قطن كده بتليف فيها فبتبقى مسكة في ايدي الماش يعني المتاح نستخدمه انا كده بلمع بقى كده مكان السجادة بصوا هي المكان نظيف بس اللي هي بتبقى فيه وابرة كده من التراب بسيطة كده من فتحة الشبابيك والباب وكده آآ بالفوتة دي بقولكو هلمع بها على طول هبدأ برضو اللي انا اشد الكنب كده لبرة شفتو اي دي اللي انا بقولكو عليها كبلي البخاخ هنا على الانتري طبعا انت لما تيجي بقى تزعائي هتوطل تحت كده عشان تزعائين وهو مش باين اصلا من الارض تتكسفي من نفسك ابو هبدأ بقى تشيل اللي هي الترابيزة دي بطلعها كده لقدام ترابيزة الشاشة بابدأ برضو ان انا ألمع طبعا باخد بالي جدا لان المكان ده كل سلوك كهرباء مكوما كده ورا الشاشة الادم بيدن اه شوفوا اه ده من السجادة الشعر كده شايفينها طبعا مش عملية وبقولها الاخر مرة مش عملية خالص يا جماعة يعني لو انت بتشتري سجاد في سجاد انواع تانية حلوة وبرضو اللي بسمع ان هو مش عملي السجاد الحرير الفاتح اللي هو نظام التركي شوية اللي هو اللي ستايل التركي ما ينفعش معنا خالص يا جماعة ما ينفعش معنا اللي لو انت هتجيبه فرحانة بيه كده في الاول بتجيبه له حفظ السجاد حلو اه انا كنت نفضته مهما نفضته بصوا هتلاقوا في حاجات كده فيها وهولوكو دلوقتي برضو ان هم في اجزاء منها للأسف قاعدوا يشدوا فيها الخيط بتاعها لحد ما نحلوها اه هبقى مضطرة بقى ان انا ان شاء الله بقى اجيب لها حفظة بقى بس مش دلوقتي اهي شويفين المكان اللي انا بشاولوكو عليه ده دول نحلينه بقوا يشدوا ترابيزة اللي انت لو فيها عجل بحديدة كده من تحت بقى اتخلى الشعر اللي هو التخين ده او احاول ادور على اللي هي حاجة عند بتاع القماش بقى زي النظام ده كده وابدأ ان انا ايه احطها مكان الحاجات اللي هم اخلعوها برضو بالمكنسة بقى اعمشيها قبل ما رجع الترابيزة عشان مهما نفضتها بتلاقي فيها ترابة عايز اقول لكم ان انا بعد ما كنت بعدها بشوية كاية الدنيا مفتحة فاللي هي المية دي نشفت يعني انا محطتش محطتش شيلة الانتريق الا لما نشفت برضو بالمكنسة بقى ابدأ ان انا بقى كده اشفط السجدة كويس جدا من اي طراب من اي طبعا اكتر اللي بتبقى فيها دي من العبهم ان هم بيجيبوا الجردل كده يقوموا قلبينه في الصالة طبعا زي زي يقول لكم كل العيال كده يعني بشفطها حلوة قوي هي عموما كانت يعني نضفت مطرح التنفيذة الحلوة اللي انا ده اتحلق بس بجدد دايق تقوي لما لقيت المكان ده فرخ كده منها لانها طبعا سجدة غالي مش رخيص يعني هي دلوقتي تقريبا بتلاتة ولا اربعة ولا حاجة يعني حاجة في الحدود دي بس مش عملي لو انت هجي بيها حطيها في مكان مش عليه هرس كتير يعني العيال مثلا ما بتلعبش في مكان دي يكون مقفول شوية يعني عندي سجات الصالون زي ما هي نظيفة ليه لان ما عنديش حد بيرس فيها كتير مفيش حد بيخش الصالون اصلا فيدوب على قد مسلا كل فترة كده بعملها بالمية والخل ومفتحش ببيك وكده انا كان في التوقيت ده استنيت شوية كانت طبعا الشالتة نشفت طبعا عدت لبختي مع ولادي جوه بتاع فكاد الشالتة نشفت فهبدأ ان انا احط الشالت الانتري وبصراحة اكتر حاجة توفقت فيها لوني الجودة بتاعت الانتري وانا عروسة شوفو كان عندي نظرة مستقبلية يعني دلوقتي الالوان اللي طالع موضة الالوان الفتحة بس انا عموما كطبيعة انا مبحبش الالوان الفتحة بحب الغبيب انا كده كنت خلصت الجزء ده خلص ما عادش فيه للطرقة جوة هبدأ بقى ان انا شفت كله كده بالمكنسة وطبعا التعطيرة الحلوة بتاعت الصبح وكاد الشمس حلوة جدا طبعا النهاردة كانت انا وانا بعمل لبنضف التنفيضة دي كانت الساعة تقريبا تمانية ونص او تسعة الصبح كانت الشمس بدأ تطلع بصراحة كان الشمس يومها الجو جميل جدا والسرار كده كانت سخنة بالشمس بصراحة كانت حلوة آآ لان انا عندي الشبابيك فوق السرار على طول طبعا عشان ألحى بقيت الشهر بدأ ما تصلع خلص يعني بدأت قرعة آآ لحيك تلاقيت بقى دي مش حافظة دي كانت دفاية كده عندي قديمة للسرير فأنا مش بحطها على السرير بصراحة فقمت فرشها لهم كده هنا لاننا عارف ان هم هيجيبوا الالعاب وبعدين انا محب مسلا فرشها لهم كده طول النهار يعني ولما يجي لحد ده بقى شالها آآ انا بوريكوا بقى انا برضو كاية القوضة دي برضو نضفتها ولمعت السراميك بالتميمة كده وغيرت ملايات السرير حطت لهم الدفاية كده تحت الحفة عشان قدتهم زي ما قلت لكم برض وبرضو القوضة التانية ما كانش عندي خلاص هنا كنت تمام تمام ما كانش عندي